السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد مع قناة المهندسة سارة عناني احنا النهاردة معادنا مع grade 6 هنشرح lesson 1 في course access exploring action والدرس ده not for reading لان هتعودنا انه دايما exploring action for reading لكن المرة دي not for reading الدرس مقرر عليك لازم تذكر كويس تحل دي عليها اسئلة كويس ممكن يجيلك منه اسئلة في الامتحان نهاردة هنتكلم الاكسرور بتاعنا اسمها miss sonica manandahar sonica manandahar is financial technology entrepreneur خلي بالك الدرس ده فيه شوية كلمات كتير محتاج ان انت تتشرح لك اصلا وهي بالعربي فبالنسبة لentrepreneur entrepreneur معناها رائدة اعمال يعني ايه رائدة اعمال ده مفهوم كده انتشر في الكام سنة الاخيرة وكلمة رواد الاعمال او رائد اعمال ده معناها الشخص اللي بيحب يعمل مشروع لنفسه يعني هو مش عايز اشتغالين بحد لكن هو عايز اعمل بروجيكت نفسه وعايز اعمل company نفسه فبيبدأ بداية كده من الصفر ويبدأ ان هو ياسس شركة خاصة به فهي كده بتشتغل في financial technology entrepreneur يعني في مجال التكنولوجيا المالية وطبعا اي explorer زي ما قلنا قبل كده بيكون national geographic explorer هي من فين من republic of nibal جمهورية نيبال وعشان كده تلاقي الاسماء شوية غريبة دراستها focused on the engineering field and robotics and artificial intelligence at singularity university at nasa in california بتدرس الهندسه درست robotics درست الartificial intelligence او بعض من اجزاء الartificial intelligence اللي احنا كلنا نتكلم عنه بداية من الفرست سميستر طيب ما اندهار efforts to improve environment هي بتحاول تعمل جهود كتير عشان تقدر تعمل ايه improve environment بتحسن من البيئة هي درست الهندسه ودرست بعض الحاجات في التكنولوجي فبدأت تفكر how to use their hair knowledge to improve the local environment in the republic of nibal بتحاول انها هتعمل ايه تستفيد من knowledge بتاعتها في engineering علشان تعمل improve local environment هي بتحاول تحسن المجال البيئي في المكان اللي هي عاشة فيه لسه ما قليش لحد دلوقتي هي عايز تعمل ايه جاي في الاخر بقى بيقول لي ايه by reducing the carbon emissions rate يبقى التطوير اللي عايز تعمله او التحسين اللي عايز تعمله ان هي شايفة ان فيه carbon emissions rate كتير يعني فيه انبعاث بسبب الكربون ده طبعا بيأثر على البيئة صحيا وتلوث جوي وكل الحاجات اللي هي مش بتبقى كويسة فهي عايزة تقلل من الامميشنز ديه بدأت تفكر كدرستها في الالكتريك او في الانجينيرينج ان هي تستخدم small electric passes بدل من الباصز اللي بتستخدم الوقود اللي هي الحاجات اللي بتسبب اصلا ال carbon emissions rate يبقى بدأت تعمل بحث في الموضوع ده she noticed the most of the mini bus drivers in the capital كثماندو where women يبقى معظم الناس اللي بتسوق اصلا العربية الصغيرة دي كانوا women هنلاقي ان هي في 2019 وخلي بالك من التاريخ ده in 2019 مثل من اندهار co-founded the fintech company alway company that helps people use financial services في 2019 عملت ايه؟ هي كانت من ضمن مؤسسين شركة شركة خدمات مالية اسمها alway يعني ايه financial service company اصلا؟ شركة خدمات مالية يعني من الشركات اللي بتقدم مثلا loans قروض لاصحاب الدخل اللي هو المحدود علشان يعمل مشروع لنفسه وهي كانت co-founder في الالوي company في شركة الوي وبالتالي هي بدأت تستخدم الشركة علشان تعمل زي دعم للومنز او للدرايبر علشان تقدر تشتري electric mini bus بدل من البس اللي عندها العادي ده او لو هو عنده اصلا electric mini bus بس قديم هم بيحاول ان هم يعملوله update وبيستخدموا long lasting lithium ion patterns حاجة اسمها long plastic lithium ion batteries بطاريات من اللي سيم بس بيكون طبعا قدرتها عالية وعمرها الافتراضي طويل يبقى عملت ايه اللي هي الشركة اللي هي co-founder فيها مساهمة فيها helps women mini bus drivers in the public of Nepal بتساعدهم ازاي get low interest loans again get low interest loans يعني بتاخد قرض الفايدة بتاعته بتكون قليلة لان في البنوك انت ممكن تاخد loans بس القرض بيكون بتاعه بيكون اعلى وبيكون الاجراءات بتاعته معقدة شوية فهي استخدمت الشركة دي عشان تديهم loans وفي نفس الوقت تسهل موضوع ان هم ياخدوا قرض بس القرض ده special for the mini bus drivers هو مخصوص بس للناس اللي هتشتري العربية دي وتشتغل عليها buy electric mini buss and upgrade their existing electric mini buss with long lasting lithium ion batteries يبقى هي كده بتعمل ايه buy electric mini buss اللي ما عندوش هيشتري and upgrade their existing electric mini buss لو حد عندو حاجة بتشتغل بالكاربة بس قديمة شوية هو هيعمل لها upgrade upgrade this day with long lasting lithium ion batteries هيضيف لها بطاريات افضل وجودة اعلى they receive and repay the loans through the company's platform ازاي موضوع اللونز ده بيمشي هل الناس بتروح الشركة علشان تقدم على لون وبعد كده بتروح تاني زي البنوك والكلام ده لا كل الشغل ده بيحصل على company's platform يعني الموقع بتاع الشركة is simpler and faster to use than most current bank loan procedures زي ما قلنا ان البانك لون بروسيجرز بتكون more complicated وبيكون عايز ضمانات اكتر وبيكون الانتريست بتاعه بيكون هاي انتريست لونز فكل الحاجات دي هي قدرت ان هي get read of these procedures خلصت من كل الاجراءات دي وخلت الاجراءات more fast more simple علشان الناس تبقى تشتري الكورنت او الالكتريك مني باس اسرع وقدروا ان هما يشتغلوا في المشروع بتاعه when the funder approves a loan the business owner gets digital token هعايز شرح لي بقى ال steps اللي بيمر بيها الشخص من اول ما بيبدأ ان هو يقدم على اللون ده لحد ما يشتغل على الالكتريك باس اول حاجة قالها لي ان they receive and repay the loans through the company's platform كل الحاجات دي بتحصل من خلال الموقع الخاص بالشركة اول ما انت بيتوافق approve a loan when the funder funder اللي هو مين اللي هي الشركة اللي هي الممول يبقى كلمة funder يعني الممول يعني مين الفاندر عندي هي الالوي company اول ما بيوافق على اللون على القرض اللي هيخده الشخص the business owner مين بقى ال business owner ده اللي هو الراج السيدة اللي راح هتشتري العربية دي اسمها ال business owner صحبة الشغل gets digital token بتاخد كده زي كود رقمي عارف لما تروح البنك او تروح ورق بودافون او كده فبيديك كود في ورقة تفضل مستني دورك هما مش بياخد ورقة هما بياخدوا ال digital token على الموقع وبتاخد كده زي اثبات في ال digital token بتاعك ال digital token ده احنا هنستخدمه كتير في خلال الشغل بتاعهم she spend the token which an approved seller such as an electric vehicle seller الاول حاجة بيستخدم فيها ال digital token ده ايه هو بيروح لشخص approved seller يعني شخص بيبيع ال electric مني باست دي تبع الشركة وبيديها ال digital token علشان يثبت له انه هو توافق على اللون بتاعه وبيبدأ الفرع ده بيديه electric vehicle زي اسمه ايه الفرع ده electric vehicle seller يبقى ده شخص او زي توكيل كده بيبيع العربيات دي بيتأكد من خلال الموقع ان الناس دي اخد ال digital token وطالما انت اخدت ال digital token يبقى انت اكيد اللون بتاعك حصله approved دي يعني هما وفقوا انه هما يدوك القرض فبيستلم electric mini car بتاعته من electric vehicle seller بعد كده بقى المفروض يحصل ايه مفروض الشخص business owner السيدة اللي اخدت الميني الميني كار دي هتاخدها وتشتغل عليها لما هتشتغل عليها هتكسب فلوس مفروض ان هي عليها كار دي يعني عليها زي دين فبتبدأ كل ما بتكسب كل ما بتسدد جزء من اللون ده يبقى then she paid the funder back the funder back يعني بترجع التمويل اللي هي اخدته ده each month as she makes money with her business بتعمل كلوس من الشغل بتاعها فبتبدأ ان هي ترجع كل شهر جزء من اللون اللي هي اخدته ده طيب الفينانشال ترانزاكشنز دي كلها بتحصل ازاي قولي are sent as an SMS text يعني short message اللي بتكون على الموبايل يعني كده انا مش بستخدم الانترنت اصلا في ان انا اعمل financial transaction ما بين business owner وما بين الفاندر اساسة يبقى تاني financial transactions اللي هي بتسدد كام وافضلها كام وكل الحاجات دي بتتم من خلال text message وبيوصل لها text message يقول لها فضلك كام ويوصل لها text message بيقول ان هي سددت كام كل الحاجات دي بتتم من خلال text message وبالتالي بيقول لي and as a result there is no need to use the internet يبقى ما فيش هنا احتياج ان انا استخدم الانترنت اصلا طيب the platform report is the payment information الplatform قولنا اللي هو ايه اللي هو company's platform or company's website موقع الشركة report is the payment information بيبقى عليه التقارير بالمعلومات بتاعة الدفعة كلها طيب ليه so the funders اللي هو الممول اللي هي الالوي company دي know exactly how the loans were spent and how much is paid back يعني الجملة دي the funders know exactly how the loans were spent and how much is paid back انا عندي قرد الفندر اللي هو صاحب القرد ده اللي ادى قرده للشخص عايز يعرف هو الدفع كام من القرد وباقي كام يبقى how the loans were spent and how much is paid back how much is paid back الدفع منه قد ايه والسبنت فاضل منه قد ايه يبقى لو فيه مثلا women او درايفر اخد 10,000 دولار مثلا 10,000 دولار ويدفع منها 2,000 دولار يبقى البيتباك هو 2,000 دولار اللي دفعهم كام 2,000 دولار طب والسبنت الباقي كام 8,000 دولار عشان بس تبقى فاهم يعني ايه spent ويعني ايه paid back spend الباقي عليه كام والpaid back اللي هو دفعهم قد ايه طيب عايز بقى يقولي الباسنجرز بيركبه ازاي الالكتريك ميني باست دي وبيدفعه ازاي تقدر تعمل يعني تحجز رحلة مش دلوقتي يعني مثلا احنا في اوبر بطلب الاوردر بتاعي او العربية تيجي دلوقتي في المكان ده لكن انت تقدر تعمل schedule يعني تقولي مسلا ساعة سبعة الصبح انا عايز العربية تجيلي فانت كده بتعمل schedule طب schedule ده بتعمله فين على يبقى انت بتدخل على الويب سايت بتاع الشركة وبتحجز عربية هو بقى بيبعث لك اي واحدة فيهم او انت بتحجز عربية بال اللي اخدو اول ما اتحجز له اللون او توافق عليه علشان يروح يجيب بيستخدمه هنا تاني علشان الناس تدفع عليه يبقى ده كود لكل شخص انا ركبت مسلا مع الشخص اللي كوده يبقى ان هعمل البيمنت هتفع على الكود بتاع العربية اللي هي هتدفع ازاي اما على تبع العربية او باستخدام بتدفع على الويب سايت او بتدفع باستخدام الموبايل والت ايه هي الموبايل والت دي هنتكلم عنها بعد شوية لكن طبعا سريعا كده الموبايل والت اللي هي المحفظة الإلكترونية بتاعة الموبايل اللي هي بودافون كاش اتصالات كاش اه اورنج كاش دول اللي في مصر يعني انت بقى لو برا شوف اي شركة اتصالات بتبقى برضو ليها زي موبايل والت علشان تقدر انت تستخدم الفلوس دي بشكل إلكتروني نمبر 2 schedule and paying for rides online have become increasingly popular in the past years فطرة ان انا اعمل scheduling للرides online باستخدام الويب سايت او باستخدام السوشيال ميديا زي ما نشوف بعد شوية اصبحت ايه popular منتشرة جدا في ال past years transportation companies can quickly provide their services to a vast number of people at the same time فكرة انا اقدر اعمل schedule من خلال الويب سايت او الناس بتقدر تشتغل من خلال الويب سايت ده خلى transportation companies اللي هما الشركات بتاعت النقل دي بتقدر تقدم services كتير جدا لعدد كبير جدا من الناس في نفس الوقت هو مش واحد بس اللي بيدخل يعمل schedule على الويب سايت ده ممكن يدخل 100 شخص بيعمل schedule على الويب سايت ويقدر يعمل payment على الويب سايت بدون اي مجهود من الشركة تماما فده طبعا بقى اسهل والشركة بيقيت تقدر تقدم services اكتر لعدد اكبر من الناس customers have access to the services anywhere and at any time ال customers قلنا اللي هما العملاء اي حد عايز يحجز اي electric mini pass يقدر يحجزها اي وقت يقدر يحجزها من اي مكان مش محتاج انه يقف طبور مش محتاج انه قطع تذاكر مش محتاج يعمل الكلام ده خالص riders using many passes in their public of nebel sometimes schedule their rides using social media messaging tools on facebook and instagram الجزء ده هو كان بتكلم عنه في الجزء بتاع الاكسرسايز بساعة كتاب المدرسة انه كان مدي مثال كده بعد دي لكن طبعا احنا احنا اتعلمنا ان الطلبة فيه جزء في الاكسرسايز بتكلم عن امثلة لازم ناخده احنا قلنا ان riders بيقدر يحجز او يعمل schedule على ال company's website وبيقدر يعمل payment باستخدام mobile wallet كمان بقى طوروا الموضوع اكتر وبقى يقدر يعمل schedule باستخدام social media messaging tools اللي هي يقدر يحجز على facebook والانستجرام they can pay for rights using facebook and instagram messaging with the digital platforms token or their own mobile wallet بنفس الطريقة اللي انت بتحجز بها وبتعمل payment على الweb site بتاع الشركة او باستخدام mobile wallet هي هي نفس الطريقة اللي تقدر تعمل بها schedule وتقدر تعمل بها payment على facebook وعلى الانستجرام طيب mobile wallet احنا قلنا mobile wallet هي المحفظة الالكترونية او اللي بتوفرها الشركات بتاعت الاتصالات هو ايه لك كده كم مقطع عنها وخلي بالك ان التعريف ده ممكن يجيلك في الاسئلة والجزء بتاع mobile wallet ده برضو مكتوب في جزء الاكسرسايزز عشان كده انت لو معك كتاب خارجي في الغالب هتلاقي جزء mobile wallet وجزء ان انت تعمل schedule على facebook والسوشيال ميديا موجود مثلا في اخر الدرس مش في النص زي ما انا جايباي كده لكن هو الترتيب الادق بتاعهم يبقى بالشكل ده ان انا بعمل schedule على الweb site او بعمل schedule والسوشيال ميديا وبستخدم الموبايل والت علشان اقدر ادفع فتعريف definition of the mobile wallet is an application for storing money again application for storing money تبقى ده تعريف الموبايل والت it can be used to send and receive funds يعني زي تحولات مالية كده pay bills تقدر تدفع فواتير electricity water gas وهكذا book travel tickets تقدر تحجز تذاكر and subscribe to services provided by companies تقدر تشترك في اي خدمات تبع اي شركات تبع اي مواقع تدفع اي فواتير تدفع اي شركات كل الحاجات بتقدر تعملها من الموبايل والت it allows users to access their money and use it electronically anywhere and at anytime بتستخدم الفلوس دي بشكل انت بتملك هذا المال انت عندك الفلوس دي مش الشركة اللي مديها لك ولا هو خيال بزيك انك بتخزنها كده في المحفظة بتروح تدفعها في الشركة وتقول لهم انا بتخدم الفلوس دي بشكل هحول التحولات هدفع فواتير هعمل كل ال options اللي هو قال لي عليها دي the last point in our lesson اخر جزء في كل درس اسم بنتكلم عن ايجبت دور مصر في الموضوع عندي حاجة اسمها ايجبت green economy طبعا وقلنا green ديت مش معناها اخضر ولا بتاعنا قلنا دايما كلمة green بتيجي على الحاجات اللي هي بتبقى بتستخدم للحفاظ على البيئة ايجبت green economy اللي هو الاقتصاد الاخضر هتبدأ تعمل ايه بقى مصر زي كده ما عاملت من اندهار واستبدلت الحاجات اللي بتعمل emissions كتير وبدأت تستخدم electric mini bus علشان تحافظ على environment لطرف مصر عملنا ايه واللي as a part of its strategy to adopt green economy ايجبت launched its first locally manufactured electric car يعني هي عملت اول عربية بتمشي بالكهرباء locally يعني متصنعة في مصر الكلام ده حصل امتى in February 2023 تبقى انا عندي تاريخين في الدرس ده في 2019 ما نندهار اصبحت كوفاندر في شركة الوي في 2023 بدأت اول عربية electric car locally manufactured في مصر the arab academy for science technology and and maritime and maritime transport announced that العربية ليها مواصفات خاصة ايه بقى المواصفات ده number one the vehicle designed to accommodate five people العربية الالكتريك ده اللي هي local manufactured في مصر من فبراير 2023 طب احنا شفناها او ما شفناهاش احنا لسه ما شفناهاش يعني هي تجارية انا ما شفتش اتعلن عن عربية زي كده لكن شفت بعض السامبلز العربيات بتمشي بالكهرباء بس مش هي المواصفات اللي بيقولوها بصراحة شفت عربية بتكون اصغر بكتير يعني بتكافي واحد ورا واحد قدام بس تبقى بتمشي بالكهرباء طبعا بيبقى ليها امكانيات اقل بكتير من العربيات اللي بتمشي بالوقود لكن العربية اللي بتكلم عنها في الدرس دي انا حتى انسه ما شفتهاش فتقريبا هي تجاريا لسه ما تمش الاعلان عنها يبقى زي بيكي يعني ممكن يركبه خمس اشخاص ودي سرعة تعتبر قليلة الناس اللي بتسوق عربية او بتشوف حد بسوق دي قليلة تشتغل طبعا بالبطاريات لو انت تخلص مشاورك وتروح البيت وحط العربية على الشهر زي الموبايل كده The electric car is expected to have an affordable price for Egyptian market يعني سعرها هيكون في متناول الجميع يعني مناسب للسوق المصري كده خلصنا الدرس انا عارفة ان الدرس ضويل شوية بس انت حاول تسمع فيديو كويس وحاول تقرأ الدرس كويس وتحفظ الكلمات الجديدة عشان فيه كده شوية كلمات وتبقى عارف برضو معناها بالعربي وتبقى عارف شرحها اصلا بالعربي يعني ايه لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش اشتركوا في القناة عشان يوصلوكم كل جديد لايك بليز للفيديوهات عشان توصل لاكبر عدد ممكن كومنتز كتير وما تنسوش اشتركوا معنا في الفيسبوك تليجرام انستجرام وتويتر وكمان عملنا موقع خاص بالقناة تقدروا تشتركوا فيه عشان الفيديوهات بتكون متنظمة بشكل اكتر لان الناس ساعات بتتوه عشان القناة بيكون فيها صفحة واحدة فيها كل الفيديوهات بتاعت كل الناس لكن على الموقع متأسم كل جريد لصفحة خاصة بيه فالموضوع بيكون اوضح شوية وما تنسوش التليجرام مهم جدا كل اللينكز دي هتكون موجودة في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو شكرا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان يوصلوكم كل جديد ولو عجبكم الشرح يريد تعملوا شير للقناة والفيديوهات عشان يوصل لأكبر عدد ممكن شكرا